بعد أعلن القوات الأمنية اقتحام المدينة القديمة في أيمن الموصل من ثلاثة محاور أخذت القطاعات العراقية بمختلف صنوفها بالتوغل وسط معارك شرسة عن عناصر داعش وفي جديد ذلك سيطرت قطاعات الشرطة الاتحادية على أهداف حيوية في حي الزنجلي شمال المدينة القديمة حسب ما أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت وقال جودت في بيانا له أن القطاعات نشرت مضادات للعجلات المدرعة والملغمة في عمق ثلاثمائة متر وسط الحي كاشفا عن فرار عناصر داعش تاركين أسلحتهم في حين تواصل مدفعية الميدان قصف دفاعات التنظيم في شمال المدينة القديمة